بسم الله الرحمن الرحيم وكان من أقوال أهل البيت عليهم السلام حول الآجال وتقدير الله تعالى للأعمار روي عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام أنه قال الأجل المقضي هو المحتوم الذي قضاه الله وحتمه والمسمى هو الذي فيه البداء يقدم ما يشاء ويؤخر ما يشاء والمحتوم ليس فيه تقديم ولا تأخير وروي عن الإمام الباقر عليه السلام في قول الله تعالى وليؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها قال عليه السلام إن عند الله كتبا موقوفة يقدم منها ما يشاء ويؤخر فإذا كان ليلة القدر أنزل فيها كل شيء يكون إلى مثلها فذلك قوله ولي أخر الله نفسا إذا جاء أجلها إذا أنزله وكتبه كتاب السماوات وهو الذي لا يؤخره وروي عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام في قوله تعالى ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده قال عليه السلام الأجل الذي غير مسمى موقوف يقدم منه ما شاء ويؤخر منه ما شاء وأما الأجل المسمى فهو الذي ينزل مما يريد أن يكون من ليلة القدر إلى مثلها من قابل فذلك قول الله فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون وجاء أيضا عن الإمام الصادق عليه السلام الأجل المسمى ما سمي لملك الموت في تلك الليلة وهو الذي قال الله إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون والآخر له فيه المشية إن شاء قدمه وإن شاء أخره وجاء أيضا عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال أن الله تعالى لم يجعل للمؤمن أجلا في الموت يبطيه ما أحب البقاء فإذا علم من أنه سيأتي بما فيه بوار دينه قبضه إليه تعالى مكرها وجاء أيضا عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال من يموت بالذنوب أكثر ممن يموت بالآجال ومن يعيش بالإحسان أكثر ممن يعيش بالأعمار وجاء أيضا عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال يعيش الناس بإحسانهم أكثر مما يعيشون بأعمارهم ويموتون بذنوبهم أكثر مما يموتون بآجالهم وجاء عن الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال إن مع كل إنسان ملكين يحفظانه فإذا جاء القدر خليا بينه وبينه وإن الأجل جنة حصينا وروي عن حمرانا أنه قال سألت أبا عبد الله الصادق عليه السلام عن قول الله تعالى قضى أجلا وأجل مسمى عنده قال عليه السلام هما أجلان أجل موقوف يصنع الله ما يشاء وأجل محتوم وروي عن فصين عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام في قوله تعالى قضى أجلا وأجل مسمى عنده قال عليه السلام الأجل الأول هو الذي نبذه إلى الملائكة والرسل والأنبياء والأجل المسمى عنده هو الذي ستره عن الخلائق وروي عن حماد بن موسى عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام أنه سئل عن قول الله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب قال عليه السلام إن ذلك كتاب يمحو الله فيه ما يشاء ويثبت فمن ذلك الذي يرد الدعاء القضاء وذلك الدعاء مكتوب عليه الذي يرد به القضاء حتى إذا صار إلى أم الكتاب لم يغني الدعاء فيه شيئا وروي عن الحسين بن زيد عن الإمام الصادق عليه السلام عن أبيه الباقر عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله إن المرأة لا يصل رحمه وما بقي من عمره إلا ثلاث سنين فيمدها الله إلى ثلاث وثلاثين سنة وإن المرأة لا يقطع رحمه وقد بقي من عمره ثلاث وثلاثون سنة فيقصرها الله إلى ثلاث سنين أو أدنى قال الراوي وكان جعفر عليه السلام يتلو هذه الآية يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب وكان من كلام الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام لما خوف من الغيلة قال عليه السلام وإن علي من الله جنة حصينة فإذا جاء يومي انفرجت عني وأسلمتني فحينئذ لا يطيش السهم ولا يقرأ الكلم وجاء أيضا عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال كفى بأجل حارسا بأجل الآن الآن حسنا الصراح شكرا